ياريت إمام عشور إمام عشور واحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخبنا الأولمبي هيقول كلام مهم جدا جدا إن شاء الله طيب هيقول كلام مهم جدا بشكركم مهم جدا عن وجوده في المنتخب الأولمبي وأيضا بعض الكلام عن نادي الزمالك ونرجع نستقبل ضيوفنا أو يعني سألينه بقى أنه هو دايما بيقولوله أنت وانت خارج بتخرج يعني بتبقى بدايق وزعلان لقاء مهم جدا عمله طبعا زماننا طبعا عمر وإن شاء الله بإذن الله نستقبل بعدها ضيوفنا الكبار كابتن أسامة نبي وأيضا ناقدنا الرياضي الكبير الكابتن إهاب الخطيف في حوار خاص جدا وكواليس خاصة جدا بعد الفاصل بإذن الله إحنا داخلنا على بطولة مش بطولة جامدة طبعا إن شاء الله نكون يعني ما تطلعش بره المنتخب وإحنا يعني إحنا ما فيش فارق ما بنلعب أهلي وبنلعب زمالك إحنا كلنا إحنا بنيجي المنتخب كلنا إخوات وإن شاء الله اللينا حلم وكوننا نحققه بإذن الله إن شاء الله إحنا بنيجي هنا ما يعني ما احترام للنادي آهدي وما احترام للنادي زمالك برضو أي نادي إحنا بنيجي هنا كلنا إخوات ما فيش فارق ما بين أهلي وزمالك احنا بنعب باسمه بين بلدنا عايزين نعمل حاجة للمنتخب عايزين نعمل حاجة لنفسنا برضو وان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ونقدر نعمل حاجة ان شاء الله بإذن الله في بعض الناس شافت خروجك وانت خارج من التبديل شافت ان إمام عشور هل في نوع من أنواع التعالي أو التكبر لازم ترد انت على الناس دي المصلحتك انت لا والله وانا اصلا يعني انا رديت في ساعتها وانا اصلا مكنتش داري بحاجة عن ساعة الخبطة يعني اقوم علي انا اصلا بعد ما اطلعت بعد ما اطلعت من التغيير انا اقوم علي ما قلتش داري بنفس ساعتها الخبطة لانا اصلا نوخي تلات غرز فانا من ساعتها ما قلتش متخلل ان انا في الملعب وكده مش قصدي حاجة يعني